الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات الدرجة الأولى الإسلام الدرجة الثانية الإيمان الدرجة الثالثة الإحسان الدرجة الأولى الإسلام أركان الإسلام خمسة يعني الإسلام كهذا البناء يقوم على أركان أعمدة خمسة شهادتين إقامة الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الحرام لمن استطاع عليه سبيل المرتبة الثانية الإيمان أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشير المرتبة الثالثة الإحسان ما بلس هل سيت درجات ما إحساني بها والله أعلم موسيقى